بسم الله الرحمن الرحيم موقع هذه الصورة فيه معجزة نحن نعلم من خلال الاكتشافات العلمية أن كل كائن له عدد من الكروموزومات أو الصبغيات موجودة في نواة الخلية فالإنسان لديه 46 كروموزوم النحل لديه 16 بالنسبة للذكر والأنثى 16 ضرب 2 يعني 16 زوجا إذن العدد الذي يميز عالم النحل هو العدد 16 وهذه الكروموزومات فيها الخصائص الوراثية هي التي تعطي بالنسبة للإنسان شكله وحجمه ولون العينين ولون الجلد وغير ذلك كل خصائص الإنسان موجودة فيها الآن أي نحلة خصائصها موجودة في هذه الكروموزومات طريقة صنع العسل المعلومات التي تجعلها تطير وتجمع الرحيق ثم تنتج العسل ثم تتكاثر يعني تمارس كل هذه الأعمال كل هذه المعلومات موجودة في هذه الكروموزومات التي عددها كما قلنا في الأنثى 16 زوجا وفي الذكر 16 سورة النحل في القرآن الكريم رقمها 16 سبحان الله شيء مذهل يعني هناك شيء آخر أكثر يعني إعجازا ما هو عدد كلمات هذه السورة إذا بحثنا عن عدد كلمات سورة النحل نجد أنها تتألف من ألفين وثمانين كلمة طبعا مع اعتبار واو العطف كلمة مستقلة ألفين وثمانين كلمة هذا العدد يساوي 16 مضروبا في 130 سبحان الله مضاعفات للعدد 16 عدد آيات سورة النحل 128 آية يساوي 16 مضروبا في 8 سبحان الله يعني شيء عجيب فعلا طبعا الآية الوحيدة التي ذكر فيها النحل في القرآن هي الآية التي تقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون عدد كلماتها 16 كلمة أيضا سبحان الله شيء عجيب يعني كما أن عدد الحروف الأبجدية التي تركبت منها آية النحل هذه أيضا 6 أو 16 حرفا سبحان الله كيف يأتي هذا التناسق المذهل في هذه السورة العجيبة والله إنه لا يشهد على استحالة الاتيام بمثل هذا القرآن الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الإنس والجن عندما قال قل لا إن اجتمعت الإنس والجن وعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق لا يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل هذا القرآن